أول شيء إذا تلاحظ أنه الـ derivative تبع واحد من هذا الـ expression موجود جنبه يعني شوف مثلا شو الـ derivative تبع 6x مثلا الـ derivative تبع 6x هو 6 هل موجود هون؟ لا مش موجود طيب خلينا نعكس الموضوع دعنا نأخذ هاي ونأخذ لها الـ derivative هاي 3x squared plus 1 عملها الـ derivative شو الـ derivative تبع 3x squared 6x شو الـ derivative تبع الـ 1 راحت يعني 6x هل الـ 6x موجودة؟ نعم موجودة إذا هذا substitution كيف نعرف الـ substitution هيك بكون عندك 2 expressions واحد من هذا الـ expression إذا تعمله الـ derivative بيعطيك الـ expression الثاني هيك بتعرف إذا كان الـ substitution فواضح إنه هذا substitution لأنه الـ derivative تبعت هاي طلع هاي الـ derivative تبعت هاي هيها هون صح؟ صح؟ إذا هذا substitution بدي أعمله integration by substitution هون الـ laws هون السر عرفت كيف هون السحر يعني إذا انت جاء كواشن فيه 2 expressions طلع عليهم أعمل expression لواحد فيهم شوف إذا بطلع الجواب تبعه هو الـ expression الثاني بيكون substitution حسنا هذا كما حكينا هاي هذه الـ expression عمله الـ derivative بطلع عندي هون 6x هاي 6x لأنه الـ derivative تبع 3x2 بتنزل الـ 2 هون بصير 2x36 وهي 6x هون إذا هاي هذه substitution خلاص هلأ إنت عرفت إنه substitution كيف بدي أعمله substitution لازم تكون حافظ هذور الحالات هذور الحالات هذور الحالات بحكي اسواضح integration by substitution هلا to solve using substitution أول إشي شو شو بتسوي define a variable u حسنا define a variable u هذا u بيكون الـ expression اللي انت عملت له differentiation اللي هو هاد صحيحنا حكينا الـ derivative تبع 3x2 plus 1 equal 6x ممتاز إذا بحكي let u equals هذا الـ expression عرفت هاي أول step تمام الثاني step يا بطل شو بتسوي بتحكي differentiate u with respect to x يعني هلأ هذا الـ expression اللي انت كتبت بأول step تعمله differentiation فشو بتحكي فبتحكي du over dx يعني كانوا y مثل زي كانت y صح بتحكي dy over dx طيب هلا وحكي du over dx equals ايش الـ derivative تبع 3x2 6x هيها أي تاني step إذن أول step بدك تحفظ انه let u equal the expression اللي إذا عملت له الـ derivative بعطيني التاني expression اللي هو هاد فإذن بكون u equals 3x plus 1 بعدين بعمل بعدين بعمل لـ new differentiation بطلع نتي 6x بعدين شو بأسوي بعدين بعمل dx subject of the formula يعني بعمل كأن cross multiplication أو ببدل هاي بهاي خلاص السريع وهين بدلناه بتطلع صارت dx هيها وصارت du ومنزلنا 6x محلة dx صارت du over 6x هيها هي ثالث step طيب شو رابع step رابع step برجع هون برجع على الـ question الأصلي هات شو شو بأسوي طلع بكتب محل هاي الـ u صح هنا حكينا u equals 3x plus 1 فبكتب محل هاي u يعني بتصير integration لـ u هلا هي 6x زي ما هي ما لعد فيها بكتب بكتب 6x زي ما هي ما لعد فيها ببدل dx برضو بتالت step يعني أول step وتالت step بحطهم بالـ question فشو dx dx عبارة عن du over 6x إذا ببدل طلع باللون الزهري ببدل هاي و ببدل هاي و ببدل هاي اللي صحنا حكينا هاي u و صحنا طلعنا dx أو ببدلهم تمام اوكي أيني بدلتهم هلا أعمل سمبليفاي 6x مع 6x راحة شو ضال ضال عندي integration لـ u du هاي رابع step هيا هلا خامس step أعمل integration لـ u شو الـ u دي u اللي صحيح عبارة عن u squared over 2 plus c هاي خامس step بعمل integration طبيعي هاي هاي خامس step أعملت لها integration طبيعي هاي هاي integration هلا خلينا أكمل هون خلينا أكمل هون هاي لانه صار عندي هون space هاي هون space هلا شو الـ u squared برجع الـ step الأصلية صح الـ u ليه 3x squared فبكتب محل هاي الـ value اللي أزرق its value فبتصير 3x squared plus 1 all squared over 2 plus plus c هاد هو الـ integration هين خلصت ذات simple هاد هو الـ integration by substitution خلصنا اوكي فاذا فهمت هاد السؤال وحسيت انه it's clear او ضرب يعني هك عندك منيح اوكي حط seven stars بالكومنت تحت هاد الفيديو يعني اكمن 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 استار تحسي حالك فمتها الـ question فهمته خمسة من سبعة ولا فهمته ستة من سبعة ولا السبعة من سبعة سبعة من سبعة سبعة من سبعة represent انك 100% فهمته لذا وإذا عندك أيضًا تاني يعني regarding this question please go ahead and comment باللهدا about your اشتركوا في القناة